كيف يعرف العبد أن الله أحبه؟ أن يحميك الله من فتن الدنيا من علامات حب الله أن يبتليك في نفسك أو ولدك أمالك أو يعاديك من كان حولك ولذلك في الحديث إذا أحب الله عبداً أصاب منه ابتلاه ولا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة أن ينشر الله لك الضبول في الأرض وإياك أن تعادي عبداً أحبه الله فنشر القبول له تجي عادة عادة ناطحة ولا تكناكفه وإلا أنك تعاديه أو تكذب عليه أو تحاول إسقاطه أقبح عباد الله فوق الأرض من يريدون أن يرفعوا حب الله لعبد يقولون يرفعون حب الله أن يرزقك الله حسن الخلق والرفق